بناء على طلب من الاتحاد الافريكي الكاف باستلام استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة النادي الاهلي والترجي التونسي يوم السبت ان شاء الله ب72 ساعة تقرر نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري ليوم الخميس او اللي هتقوم يوم الخميس هيتم نقلها الى ملعب استاد المكان العرب انا بس يوقف عنده نقطة مهمة جدا جدا يعني جدا تفهمك احنا عايشين ازاي كده كده موتش الاهلي والترجي ده محدد لهم من فترة يعني من فترة انه العودة هيبقى في القاهرة يوم السبتة على استاد القاهرة الدولي ومن فترة برضه معروف ان الاهلي هيلعب كل العرب سوري الزمالك هيلعب مودرن فيوتشر على استاد الكاهرة يوم الخميس تركز معايا معلش هنا الاستادات والاوقات هيت تلقبطت معايا الزمالك هيلعب مودرن فيوتشر يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي الاهلي هيلعب الترجي يوم السبت على استاد القاهرة الدولي تمام الاتنين دول معروفين من بدري بس الناس اللي عندنا شغالة رغم انه اللايحة واضحة في الاتحال الأفريقية ودي حاجة مقررة يعني انهم بيستلموا الاستاد قبلها بتلات ايام تمام فاحنا سايبين الماتش لحد ما الناس النهاردة على سوشال ميديا بدأت تتكلم هو ازاي هيتلاقي الماتش الزمالك ومودرن فيوتر على استاد القاهرة قبل مطش الاهلي والترجي بتلات ايام على نفس الملعب مش منطقي فبدأ ياخد باله ان المسؤولين في اتحاد الكورة في لجنة المسابقات في لجنة المسابقات تحديدا يعني انه ما ينفعش المباراة تلاعب في استاد القاهرة فانقلوها النهاردة بس الاستاد المولين هو قويس انهم ما نقلوها يعني شو بيبقى شو فيه مشكلة بعد كده بس متأخرين دايما ما ناخدش بالنا من حاجات ما ينفعش ما ناخدش بالنا منها بصراحة يعني حد هي يقول لي يا عم كريم بقى انت بتبطف على حاجات صغيرة والله ما حاجات صغيرة والله ما حاجات صغيرة والله ما حاجات صغيرة احنا بس مشكلتنا هي دي انه كل حاجة يعني سيبها تمشي بزروفها والله دي صغيرة يعني يعني بقى نحلة لا ما فيش حد بشتغل باحترافية بالطريقة دي بصراحة يعني طيب بصراحةarrم معاجة حاجات حاجات حاجات